فهذا يسوقني أحباء أقول أنه لا كلمة الله في الكتاب المقدس تسير بتناغم وانسجام تام وبإحكام كل الأضواء عم تصلت على شخص يسوع المسيح ما عدا يسوع المسيح فيعتبر دخيل يعتبر مزيف يعتبر يحاول أن يقتحم شيء مش لإله لأن الرسالة ينبغي أن تكون مقنعة ينبغي أن تكون متميزة مدعمة بالآيات بحيث أن الشعب المعاصر في أيامه في أيامه يدرك هذا الإدراك فالتلاميذ عندما بشروا عن يسوع المسيح أسترجع الآية لما الرب أرسل بطرس أن يروح على كيسارية قيسارية مراتيمة على البحر الأبيض المتوسط مكتوب في أي 34 ففتح بطرس فهو قال بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوء الله ما عنده محابة أو تمييز بل في كل أمة الذي يطقيه ويصنع البر مقبول عنده الكلمة التي أرسلها شوف التسلسل بالأحداث إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح هذا هو رب الكل أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئاً يتكلم مع قائد روماني قائد المئة يعني عسكري وعرفين الأخبار وسامعين عنها مبتدئاً من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يحنى يحنى المعمدان نبي معروف جداً في أيامه في الأوساط الرومانية والأوساط الدينية والأوساط الاجتماعية معروف من الكل يحنى المعمدان فلاحظ أنه يصادق على ما قيل يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيراً ويشفي جميع المتصلت عليهم إبليس لأن الله كان معه ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وأرشليم أوصانا أن نكرز للشعب عن هوية يسوع ونشهد هنا شهادة الرسل ونشهد بأن هذا هو المعين من الله دياناً للأحياء والأموات بعد هذا التعبير ديان للأحياء والأموات أيعقل أن الله يبعثنا بأقل مستوى من يسوع المسيح لاحظ الكلام بقول له بكمل مش بس شهادة الرسل شهادة الله شهادة يسوع له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا له يشهد جميع الأنبياء ترجمة نانسي قنقر